كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الحقيقة نماذج مضيئة من السيدات المصريات المشرفات في مختلف المجالات وده طبعا خلال الاحتفالية يوم المرأة المصرية اللي شاهدناها منذ صباح اليوم وطبعا هنا الدكتورة نادي اسكندر زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا وأيضا الحائزة على جائزة الدولة التقديرية وذلك طبعا يعني كان ضمن الفائزات بجوائز الرواد والمرأة كمان وهي أيضا مصنفة كمرأة أولى في مصر الإيجابية وكمان يعني شفنا كمان قد إيه يعني شطارة المرأة كمان في وسط العالم كله والنساء في العالم العربي زي ما بنقول كمان نفس الشيء كرم السيد الرئيس أيضا الدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأهواني وزيرة التعاون الدولي سابقا وسميحة راهب بشايرة إيدة التعليم ومديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك والدكتورة مونة الصالح أستاذ المونتاج بالمعهد العالي للسينما وأيضا مؤسسة أول مدرسة في الوطن العربي لتعليم فنون السينما والتلفزيون عن بعد كمان الدكتورة ميساء أنور وهي أيضا الدكتورة ميساء أنور صاحبة فكرة المشروع القومي لمحو الأمية والدكتورة تيسير توفيق أبو النصر عميدة كلية الهندسة في جامعة أتاوى بكندا وعميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة بريتش كولومبيا سابقا وغيرهن من السيدات وأيضا القيادات النسائية اللي كانت موجودة وحرس السيد الرئيس على تقديم كل التقدير